وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تطبيق حزمة الحوافز المادية للأطقم الطبية وكذلك تشغيل عيادات مسائية بالمستشفيات وتخصيص نسبة من عوائدها للأطباء والهيئة الطبية المعاونة مما يحقق دخلا إضافيا للفريق الطبية جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده السيد الرئيس لمتابعة جهود تطوير منظومة الصحة في مصر وأوضح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطلع على الخريطة الصحية للدولة والتي تشتمل على أعداد المشاءات الطبية بكافة أنواعها الحكومية والخاصة والأهلية وتجهيزاتها الطبية بالإضافة إلى القوى البشرية من التواقم الطبية فضلا عن ربط الخريطة الصحية بقاعدة بيانات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة وما تضمنه هذه الخريطة من برامج ومبادرات للرعاية الصحية والطبية للمواطنين كما اطلع رئيس سيسي على الموقف التنفيذي الخاص بتطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية عالمية حيث وجه الرئيس سيسي بأن يتم إنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا داخل تلك المدينة الطبية الجديدة وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطلع أيضا على إنشاء مستشفى أم المصريين الجديدة بساعة أربعمائة سرير والذي سيقدم خدماته لنحو سلاسة ملايين سماء ويعتبر المستشفى الرئيسي لاستقبال مصابي حوادث الطرق في محافظة الجيزة وضواحيها كما اطلع رئيس السيسي على الإنجازات التي حققتها المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار على مدار أربع سنوات منذ انطلاقها حيث وجه الرئيس السيسي بتوفير الموالد المالية الإضافية للتوسع في المبادرة وإضافة تخصصات جراحية جديدة مع أهمية توعية المواطنين بكيفية الاستفادة من تلك المبادرة وتبسيط الإجراءات الإدارية ذات الصلة